مباراة الاتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي اللقاء الأهم دلوقتي وزي ما قلت ودايما بكلم وبكرر مع حضراتكم إن كل تركيزنا حيبقى خلال الفترة القادمة هي مباراة الجمعة النهاردة الفريق خاد مباراة ودية زي ما حضراتكم عارفين وخلص بقى احنا تعودنا طالما المباراة لم تزع على شاشة قناة النادل آلي إذن هو قرار فني من مستر مرسيل كولر بعدم إزاعة المباراة إحنا كاميراتنا موجودة وناسنا موجودة وكل حاجة موجودة ولكن في النهاردة الأهلي بتخدم الأهلي وليست عشان حاجة أخرى فما تتزعش المباراة خلاص ما تتزعش المباراة فالمهم يعني نهاردة كولر كان محتاج المباراة دي عشان يقف على كل كبيرة وصغيرة تخص جهزية اللاعبين قبل السوبر الاستعدادات في الجزائر على قدم وصاق أيضا فريد اتحاد العاصمة بيستعد بشكل جيد جدا 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 خلي بقى لحضراتكم ما تصدقوش كل ما يقال أن هناك إصابات وغيره كلام دا كله كان عادة يعني وزي ما كل مرة بيحصل بتلاقي يقولك إيه في إصابات الأساسين موجودين اتحاد العاصمة مركز كويس قوي 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 في مباراة الأهل اتحاد العاصمة ينتظر هذه المباراة وجمهور اتحاد العاصمة ينتظر هذه المباراة وهناك عدد كبير من الجمهور الجزائرية اللي بالفعل موجودة في السعودية أو اللي حتيجي بالجزائر كمان تابعوا الصحف الجزائرية والمواقع الجزائرية وشوفوا بيتكلموا إزاي عن هذه المباراة الكل ينتظر فوز اتحاد العاصمة على نادي الأهل عشان بس الناس عملة تقولك دي مطش سهل انت خطب مفيش حاجة اسمها كده صدقوني والله العظيم تلاتة مفيه حاجة اسمها خدنا البطولة مطش صعب جدا 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 من وجهة نظري مع بداية الموسم الفرق بتتساوي الفرق كلها بتتساوي بعد خمس ستة مطشاتها أقولك آه حيبان الفرق ما بين الأهل ما بين أي نادي آخر ان شاء الله يعني ولكن مع بداية الموسم الكل بيتساوي خدوا بالكم مرة تانية هذه المباراة ليست مباراة سهلة مباراة صعبة جدا خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات وتحضيرات الفرقين ونرجع نكتب